قال يسوع طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله يا لجمال روعة هذا التعليم فالمسيح يطوب يهنئ يبارك يسعد كل شخص قلبه نقي القلب النقي هو القلب الذي تطهر من الخطيئة وتطهر من الشهوات وكل ما لا يسر قلب الله القلب النقي اللي حصل على قلب جديد سلوكه صار واضح حياته شفافة قلبه طاهر القلب النقي هو القلب اللي اتغير بعمل نعمة بقوة الروح القدس نقاوة القلب هو التطهير الداخلي من جوه لما أخطأ داود قال هذه الصلاة في مزمور 51 قلبا نقيا أخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي القلب النقي هو الذي يسلك ببساطة ويرى كل شيء جميل وبيشكر الرب غرض النقي القلب هو أن يشبع وأن يسر قلب الله وعنده وحدة الهدف لتمجيد الله يعني هذا القلب مكرس بالكامل أنه يمجد الله فالقلب النقي هو الذي يسلك بالكمال مثل ما بيتكلم في المزمور في هذا المزمور بيتكلم عن الطاهر اليدين والنقي القلب اتذكر أنه الإنسان بشكل عام ينظر إلى العينين بينظر إلى المظاهر الخارجية بينظر إلى يمكن الجمال الخارجي أو مظاهر التدين بينبهر يمكن من مظاهر التدين الخارجي أما الرب فينظر إلى القلب يعرف ما في داخل يعرف ما في قلب الإنسان والكتاب طبعا بيعلم بكل وضوح القلب أخدعه من كل شيء وهو نجيس من يعرفه وبيكمل الرب يقول لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة في مرة صرخ داود وقال وحد قلبي لخوف اسمك لما القلب فيه مخافة للرب يصبح نقي يصبح في داخله محبة ومخافة إلهية إن عاوز يسر ويرضي الله في حياته القلب النقي هو الشخص البسيط داخليا هو الشخص المستنير هو القلب النير اللي عنده بساطة قلب هو الذي يعاين يعني بيشوف يرى الله ويتمتع ببركاته ببركات الرب يزداد في المعرفة كل يوم هذا المعرفة الإلهية المعرفة الحقيقية والشخص النقي بالقلب هو الشخص اللي بيتلزز بالرب فهذا مهم جدا أحباء لما المسيح قال طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله هم بتكلم مع مجموعة فعلا يعني كرست وخلص جعلت في أنفسها إنه تكون كل حياتها إنه قلبها ما يكونش منقسم ولا مجزة ولا في أولوي أخرى في هذا الوجود سوى إنه يمجد الرب في حياته فالقلب النقي اللي فعلا داما بيسعى إنه يتشبه بحضور الرب يسوع المسيح له كل المجد